حافظوا على أسركم الموجودة فعلاً والتي ستتكون بالمستقبل اجعلوا هذه الأسرة هي نواة حقيقية الله تعالى سيرزقكم ذرياً إن شاء الله تعالى تكون ذرياً صالحاً ربوها على المناهج الصحيحة ربوها على التربية الصحيحة ربوها على الفضائل ربوها على الحق أنتم المشروع الأسري المرتقب فهناك وظيفة تنتظركم وظيفة العمل من أجل البلد وهناك وظيفة أخرى وظيفة تكوين الأسرة